يكاد أن يخلص البلد من أزمة حتى وحلة الأخرى فبعد أن انتهت كورونا دخلت الحمى النزفية كبديلة عن ذلك الوباء وقد يكون أكثر خطورة باعتبار أن الحيوانات المصابة لا تظهر أعراض عليها مرض الحمى النزفية هو مرض بايروسي ينتقل عن طريق الحيوان ويأما بالانتقال المباشر عن طريق لذغة البعوض أو عن طريق استهلاك اللحوم فالطبقة المرشحة الإصابة يأما الجزارين أو ربات البيوت أو الأطباء البيطارين اللي بي احتكاك مع الحيوانات مرض الحمى النزفية لا يكون ظاهر على الحيوان سايلنت يعني الحيوان الحامل للمرض وينلقى متعافي يأكل ويشرب وعليه صعب التشخيص بالحيوانات ما ممكن هو فقط حامل وعليه هنا الخطورة فينتقل عن طريق اللحوم ما معلوم هذا الحيوان مصاب أو غير مصاب رش الموبيدات وغطس الحيوانات المصابة بهذه الموبيدات بعد اكتشاف حضيرة مصابة فضلا عن حجر هذه الحيوانات والحظائر القريبة منها لمسافة قد تصل إلى 15 كيلو متر مربع وعليه احنا اللجان اللي جا تطلع عندنا يعني احنا طريقتين لغرض احتواء البؤرة يعني اما بالرش الموبيد اذا بلغنا من قبل دار الصحة البصرة هناك بؤرة في اي منطقة تقوم لجانة رأسا الوصول الى مكان البؤرة واحاطتها 15 كيلو متر لمنع خروج ودخول الحيوانات ورش كل الحظار والحيوانات وتقطيس الاغنام المعدة المبيت غلقوا قضائيا بالخصيب ومنع دخول اللحوم الحمراء بعد تشخيص ثلاث حالات اكثرها من اصحاب الرعي العشوائي والمجازر الغير مرخصة اذ يتم التعامل مع هذه الحالات بمنع المواطنين من الشراء منها الثلاث حالات اللي ظهرت عندها في قضاء بالخصيب حالتين من عدها لا يملكون حضائر حتى نقول بان الحمى النزفية جاءت من داخل هذه الحضائر وانما من خارج القضاء وربما حالة واحدة كانت من داخل القضاء على اعتبار ان يمتلكون هذه الحضائر لان عندنا مجازر عشوائية وغير مجازة وهذه طبعا تقضر بها الحالات لكن ان يشتروا حق اللحوم من المتاجر والقصابين المجازين بهذه الجزارات رغم رفض اصحاب المواشي والمجازر العشوائية بالحديث عن هذا الوباء الا ان بعضهم اشار الى انهم يتعاملون مع حيوانتهم بشكل يومي وانها غير مصابة لقناة رشيد احمد علي البصرة ترجمة نانسي قنقر